محافظ حضرموت أحمد بن بريك قال إن المزاعم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تضمنتها هذه التقارير اتهامات بلا أدلة وهو ما يخالف القانون الدولي بن بريك نفى بشكل قاطع مزاعم وجود سجون سرية لقوات التحالف العربي في حضرموت موضحاً أن دور قوات التحالف يقتصر على تدريب الأجهزة الأمنية محافظ حضرموت كشف وجود دعم من قبل جماعة الإخوان الممولة من الحكومة القطرية للعمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأمن في حضرموت